ما يزيد على ثلاثة ملايين ومائة وخمسين ألف شخص من المهجرين قصرا من ديارهم بسبب الحرب الدائرة في اليمن منذ سبتمبر أيلول 2014 بينهم أكثر من مليونين ومائتي ألف شخص من النازحين داخليا وارتفع النزوح منذ إبريل الماضي بنسبة 7% أي نحو 152 ألفا من الفارين بسبب العنف حسب تقرير الأخير صدر عن مفوضية اللاجئين والمنظمات الدولية للهجرة الحرب أدت إلى نزوح وهجرة كثير من اليمنيين أكثر من ثلاثة مليون مواطن يمني نزحوا وحقم الكارثة كبير جدا جدا وأيضا كثير من اليمنيين فكروا بالهجرة خارق البلاد وأصبح حتى الهجرة هاجس وتفكير كثير من الشباب ويبرز التقرير صورة مقرقة لحياة النازحين حيث تثبت التقارير الميدانية وجود تحديات حقيقية تتعلق بالاحتياجات الأساسية والضرورية للاستمرار على قيد الحياة ومن تلك الاحتياجات الغذاء يليها المأوى ومياه الشرب ورغم المساعدات التي تقدمها بعض المنظمات الدولية والمحلية وبعض الدول الإقليم إلا أنها تبقى شحيحة ولا تلبي الاحتياجات الكبيرة للنازحين نقوم بتسجيل الحالات وحصر الحالات حتى الآن حوالي ثلاثة ألف أسرة فقط الذي قمنا بمسحين في العاصمة صنعاء لدينا خطة لاستهداف الكثير من المهجرين في أغلب المحافظات لكن لا توجد لدينا أي دعم سواء من الدولة أو من المنظمات الدولية ويقول التقرير أن استمرار النزوح لفترات طويلة يؤثر سلبا على المجتمعات المحلية التي تستضيف النازحين وهذا يشكل ضغطا لزيادة الطلب على الموارد الشحيحة أصلا حيث يعتمد 62% من النازحين على مساعدات عائلاتهم وأصدقائهم القائمين على استضافتهم محاولات العودة لملايين اليمنيين المهجرين قسريا لا تزال قطيرة يشبوها الحذر الشديد ويترقب المهجرون تحسنا ملموسا في الصراع القائم في بلادهم ليتبكنوا من العودة إلى ديارهم عبد الكريم الشيباني الحرة صنعا